سلام عليكم من سنة اولى معيكم دكتور روزين فرقة ثالثة وان شاء الله هنبدأ مع بعض علم الامبريولوجي جزء من الاناتومي طيب عندنا علم الامبريولوجي اصلا الكلمة معناها ايه قالي انها كلمة بتتكون من مقطعين امبريولوجي كلمة لوجي طبعا احنا متعودين عليها انها معناها علم امبريو معناها اه جنين تمام فهو علم الجنين او علم الاجنة طيب ده المعنى الحرفي للكلمة اه لو دي صورة بتوضح معنى علم الامبريولوجي برضو طيب لو بدأنا نتكلم عن علم الامبريولوجي بقى كلام شوية قالي ان هو ليه تعريف علمي فعلم الامبريولوجي هو علم الاجنة يبقى هو العلم اللي بيختص لما بشوف تطور الكائن الحي ده من اول ما كان زيجوت لحد ما بقى كائن حي كامل تمام فلو جينا نترجم الكلام ده الانجليزي بيقول لي ان هو اللي هو الكائن الحي لحد ما بيبقى تمام ده اه تعريف علم الامبريولوجي طيب انا ليه بدرس علم الامبريولوجي يعني هيفيدني في ايه لما لما درس علم الامبريولوجي قال لي ان جسم الانسان ده في البداية خالص بيبقى عبارة عن خلية واحدة تمام كلنا كنا في البداية خلية واحدة فانا لازم افهم الجسم الكائن الحي الكبير ده ازاي يتكون بعد ما كان في الاول خلية واحدة يبقى هو اللي هي اعضاء الجسم المختلفة تمام ده اول اهم اه تاني حاجة اه الجنين ده في بطنه ممتو مش بيبقى جنين لوحده هو مش يعني مش بيبقى كده اه عيم في الراحم كده لوحده لأ في حاجات في اخشية بتربط الجنين ده بممتو زي مثلا المشيمة زي حاجات كتير جدا فقال لي يعني انا مش بس مش بفهم بس الجنين فيتس دي برضو معناها جنين بتقول سو الممبرينز ازاي تكوننكت زا فيتسو اتس موزر يعني انا مش بس بفهم التركيب الجنين ده انا كمان بفهم الاخشية والممبرينز اللي بتوصل الجنين ده بامه دي تاني اهمية تالت حاجة ان انا اه الطب بكل عبارة ان انا بيجي لي حد تعبين عنده مرض معين فببدأ ان انا عالجه من المرض ده طب هل انا لو معرفش التركيب الطبيعي للجسم هقدر ان انا عالجه من المرض اللي عنده لأ طبعا فتالت حاجة قال لي ان كانت بيه اندرستود وينزا نورمال ديفولومنت از اكس بليند يبقى انا مش هفهم الكونجينتال ابنورماليزي حاجة وراسية حاجة في الجنين دي يعني اه مرض في الجنين كونجينتال ابنورماليزي حاجة مش طبيعية كان بيه اندرستود لما ايه الا يعني مش هفهم الابنورمال الا لما النورمال ديفولومنت يبقى اكسبنين يبقى احنا لحد دلوقتي قلنا الديفنيشن بتاع علم الامبريولوجي وقلنا ايه اهمية علم الامبريولوجي تمام بندخل على نقطة تانية عندي حاجة اسمها بري نيتل لايف بري نيتل لايف هنفصلها كده برضو تفصيل للكلمة قال لي بري يعني قبل نيتل يعني الولادة ولايف يعني حياة فري نيتل لايف هي حياة ما قبل الولادة يعني حياة بقى الجنين اللي هو قبل ما يتولد كل الحياة اللي في بطنه مامتو دي بقول عليها الري نيتل لايف طيب قال لي انها برضو يعني ايه قال لي انها الفترة اللي بتمر من اول ما حصل الاخصاب للبويضة لحد ما البيبي ده تولد لحد وقت الولادة يعني ايه قال لي انها البيجود ذات الابسس الفترة اللي بتمر من الفلترازيشن اللي هو الإخصاب أوفم يعني بويضة دي مفرط وجمعها أوفا تمام بتبقى أوفي إيه تمام فيلترازيشن أوفم أوفزا أوفم تلزا دي أوف ديليفري يبقى الحد وقت الإيه الولادة ده تعريف البريناتال لايف قال لي إن البريناتال لايف دي طبيعي بتبقى 280 يوم 280 ديز من أول يوم في اللاست منيسر فلو تمام يبقى الآخر دورة شهرية بتيجي لي للفيميل أو للأنزة دي ببدأ أحسب من أول يوم بعدية تمام لهم 280 يوم دول اللي هم التسعة شهور تمام يبقى هي طبيعي 280 يوم من الفرس دي بتاع اللاست منيسر فلو منيسر فلو اللي هي الدورة الشهرية طيب البريناتال لايف دي قال لي إن أنا ممكن بقسمها لثلاث مراحل بري امبريونيك اللي هي جيرمينال بري امبريونيك يعني قبل ما أكون الامبريو بعد كده امبريونيك يعني بدأنا تكون الامبريو بعد كده اللي هي فيتال بقل اللي هو كبر شوية تمام معناها جنين برضو فيتاس اتفقنا دي صفة جاية من فيتاس اللي هو جنين برضو بس بيبقى أكبر في الحاجة طيب البري امبريونيك قال لي إنها دي بتبقى من أول الفلتريزيشن اللي هو من أول إخصاب لحد حاجة اسمها باي لامنار ديسك فورميشن دي تاكوين حاجة في الجنين هناخدها بعد كده اسمها باوي لامنار ديسك فورميشن يعني من أول فلتريزيشن لحد نهاية الاسبوع الثاني الاند أوف ستاكند ويك طيب بعد كده امبريونيك تبدأ بقى من بداية السيرد ويك البيجنينج بتاع السيرد ويك لحد نهاية الاسبوع التامن تمام خليب لكم بنا بكلم بالأسابيع لحد نهاية الاسبوع الثامن تمام الاسبوع التامن دي يعني شهرين تاني بعد كده آخر مرحلة هتبدأ بقى من البيجينينج اوف الناينث ويك اللي هو الاسبوع التاسع لحد التام اوف دليفري لحد الوقت الولادة يعني اللي هو تقريبا من بداية بقى الشهر التالت لحد ما بنخلص الحملة خالص تمام يبقى اه قلنا التعريب بتاعها تفاننا انها 280 يوم وقلنا ان انا بقسمها دي 3 مراحل تمام طيب نبدأ ندخل في تالت موضوع معنا النهاردة في الانترودكشن بنسميه الميل جينتال اورجنز يعني ايه قال لي الميل جينتال اورجنز هي الاعضاء التنسلية اللي الزكر اللي هي الايه ميل طبعا يعني زكر والجينتال اللي هي تنسلية والاورجنز اللي هي اعضاء تمام دي الميل جينتال اورجنز هنبدأ ناخد عنها انترودكشن بسيط كده خالص بنبدأ اول حاجة في الميل جينتال اورجنز قال لي ان انا عندي حاجة اسمها التستس التستس اللي هي الخصية تمام طيب قال لي هعرف ايه عن الخصية دي اللي هي التستس قال لي ان هي بتبقى الغدد التنسولية ليه الزكر اللي بتقع في حاجة اسمها كيس السفن اللي هو يبقى زي الميل سكسي جلانز اللي هي الغدد التنسولية للزكر اللي هو كيس السفن تمام بعد كده قال لي ان انا عندي بقى التستس دي هنتخيل عندنا كورة مثلا او كل واحد يعني قبضة الايد كده مثلا هنركز على كلمات معين قال لي ان انا عندي دلوقتي كورة او قبضة ايدي هي قال لي ان كل خصية من دول بتبقى متحوطة من برا بغشاء بسميه تونيكا البوجينيا البوجينيا جاية من لون ابيض فهو تونيكا البوجينيا غشاء يعني اسمه تونيكا البوجينيا طيب الغشاء اللي برا ده قال لي ان هو بيبدأ يبعد اه اخشية برضو رفيعة حالص بسميها سبتم او سبتة لجوة بقى الانتيريور بتاع الاورجان عشان يقسمي الاورجان ده تمام طيب اه اللي هو فص او يعني بتقسمها بقى الاجزاء قال لي ان كل خصية بتكون من متين وخمسين لبيول تمام جميل بعد كده عندي خصية من برا متحوطة بغشاء كلها وبعدين غشاء ده بيبعد اخشية لجوة عشان تقسمها متين وخمسين لبيول كل اللي بيقول من دول قال لي ان هو بيبقى فيه بقى ايه نحفظ الجملة دي على بعضها كده من اتنين لتلاتة سبيرم بروديوسينج كونفوليوتد سيمينيفرس تيبيول يعني ايه الكلام ده من اتنين لتلاتة سبيرم بروديوسينج يعني بتنتج السبيرم اللي هي السبيرم اللي هو الحيوانات المنوية جمعها سبيرمز تمام كونفوليوتد يعني بتبقى ملتفة حوالين بعضها سيمينيفرس تيبيول سمينفرس اللي هي برضو جاية من الاسبرم والحاجات تمام تيبيول اللي هي بقى القنوات او انبوبة يعني يبقى كل البيول في ايه من دول في من اتنين لتلاتة نحط بقى صفات كتير جنب بعض كده تمام طيب بعد كده السمينفرس تيبيول دول آآ قالي ان هما هينتهوا بقى دي القنوات كده فتحة مع بعض هتتجمع كلها بتنتهي مع ستريت تيبيولز ستريت يعني قنوات كده مستقيمة عشان تفتح في شبكة هيجمع بقى مع بعض كلهم ويفتحوا في شبكة في الاخر بسميها الريتي تيستس ريتي يعني شبكة وتيستس اللي هي صفة من الخصية يعني فبسميها ريتي تيستس طيب الريتي تيستس دي قال لي انها هتكمل برضو مع قنوات تانية اسمها افرين داكتيوز آآ افزا ايه تيستس بسميها الدكتيوز التانية الدكت اللي هي قناة برضو آآ بسميها الفوزا افرينشيا عشان تكون حاجة اسمها الابيديديميس اللي هو البربخ تاني حاجة هنتكلم عليه تمام؟ يبقى بالراحة كده الميل جينتال اورجنز اول حاجة اتكلمنا عليها التسس اللي هي الخاصية جميل؟ قال لي ان هي الميل سكس اورجنز وان هي بتبقى في الوسكروتم اللي هو كيس الصف تمام؟ كل دا طبعا بيبقى اوتسايد الباضي بتاع الميل تمام؟ هنركز على خمس كلمات في التسس ان هي متحوطة من بره واشياء بسميه تونيكا البوجينيا بتبعت اخشية لجوه عشان تقسم الانتيرور وانفرق بين انتيرور وانتيرور اللي بالاي انتيرور اللي هي قدام اما انتيرور يعني الداخل بتقسم الداخل بتاع الاورجن تمام؟ بتقسموا لمتين وخمسين لبيول دي تاني كلمة معنا بعد كده كل البيول منهم بيبقى فيه من اتنين لتلاتة سبرم بروديوسنج كونفليوتد سمينفرستي بيول بعد كده السمينفرستي بيول دي تتجمع مع بعضها كلها ومع قنوات تانية مستقيمة اللي هي سريت بيولز عشان تفتح في شبكة اسمها ريتي تستس بعد كده ريتي تستس دي تنتهي في شبكة تانية اه او مع قنوات تانية اسمها الفوزة افرنشية عشان تكوني الابديديميس واتفقنا الابديديميس ده هو البربخ اللي هو تاني حاجة هنتكلم عليها تمام؟ طيب نيجي ليه البربخ قال لي ان البربخ ده اللي هو الابديديميس قال لي ان هو بيبقى موجود التستس دي لو اعتبرناها كورة او قبلة اليد موجودة على السطح الخلفي بتاعها قال لي انها كناية بتبقى ملتفة جامد قال لي الابديديميس ده هو يعني عبارة عن جزء بسيط جدا قال لي ان هو موجود على بتاع الخاسية وان هو ملتفة حوالين بعضه كناية هو عبارة اصلا عن كناية ملتفة تمام؟ بيكمل في الاخر مع حاجة اسمها الفوز ديفرنس اللي هو الوعاء الناقل اللي هو ثالث حاجة هنتكلم عليها نهاره واضح عشان هو بيبقى زي الحبل كده اللي بيبقى جامد جدا وبيبقى تقط 경ight تمام؟ طيب نيجي نتكلم على الواس ديفرنس قال لي ان ان هو الوعاء الناقل قال لي باصل الابديديميس بال несколько سنكمل بعده بعد الإيه بتستسلمت الاوبديديميس والابديديميس حيسلم للباسديفرنس اللي هو الوعاء الناقل قال لي هنكمل بقى من الابديديميس بالنهاية الفلي مسيط الناقل طيب قال لي ان الوعاء النقل ده بيطلع معايا بقى هيختارك اول حاجة لسكروتم عدة من اللي هو كيس الصفن اللي هو محاوط لي التستس اللي هي الخصية وعدة من الانتيرور ابدومين الول عدة من اللي هي الابدومين يعني بطنه اللي هو المسز والعضلات اللي بتعمل الحاط الامامي بتاع البط تمام انزين يروح بقى كمل يعني هو عدل سكروتم وعدة الانتيرور ابدومين الول راح لحد اللي هي المسانة البولية راح للبستيروس بتاعه طيب راح للبستيروس بتاع عمل ايه قال لي انه انتهى بان هو اتحد مع قناية تانية قناية بتاعة اللي هي الحويصلات المنوية اتحد مع القناة بتاعتها عشان الاتنين يعملوا قناة واحدة اسمها يعني قصف اللي هي القناة القوزفة القناة القوزفة دي قال لي بتفتح في بتاع اليوريثرا اليوريثرا اللي هي قناة مجرى البول بنقسمها هتخضوها بعد كده انها اجزاء في جزء منها اسم بروستاتيك بارت جاية من البروستاتا سفة منها جاية من البروستاتيك بارت بتاع اليوريثرا تمام يبقى قال لي عادة معي من اللور اند اكمل بعد الابديديميس خرج من الاسكروتم خرج عادة من الانتيرو الابدومنال وور راح لحد اليورينا برادر ابوستيروس بتاع انتهى ازاي بان هو اتحد مع القناة بتاعة السمن الفيزيكي عشان عملوا القناة واحدة اسمها الايجاكولاتي ايجاكولاتي داكت بتفتح فين بتفتح في البروستاتيك بارت بتاع اليوريثرا تمام طيب تعالوا نشوف صور عشان نفهم اكدر دي الميل جينة الاورجانز ايدي ده الجزء اللي انا باتكلم عنه هو اللي برا تمام قاللي ايدي التستيس اهيت تمام شايفين التستيس تمام مفردها تستيكل بعد كده ادي الايبديديميس فوقيها على يعني بيبقى فوق كده وورق البوستيروس بتاعها انتهى الايبديديميس وكمل بالفاس ديفرنس عدة من السكروتم اللي هو اللي بره ده اللي هو كيس الصفن المحوط للتستس تمام? وعدة من السكروتم عدة في الأنتيرور أبدومنالول ومشي لحد البلادر أهيات المسانة بولية تمام? ومسانة بولية بيبقى تحتها على طول البروستات اللي هي البروستات جميل? مشي الفاس ديفرنس اللي هو الوعاء النقل لحد ما وصل للباستيرور بتاع البلادر وانتهى مع السمن الفيسكي نشوف بقى صورة توضحية أكتر للجزء اللي بره ده تمام? دي صورة كمان أهيت برضو قادي التستس اللي هي الخاسية فوقيها ووراها كده عليها اللي هو البربخ تمام? وكمل البربخ به اللي هو البعاء النقل قادي البعاء النقل بيعدي من السكروتم السكروتم اللي هو الغشاء اللي بره ده ده هو كيس الصفن وعدة من السكروتم عدى فيه الانتيرور أبدومنالول ووصل لحد الباستيرور سيرفيس بتاع اللي هي المسانة البولية عشان ينتهي مع السمن الفيسكي اللي هي الحواصلات المنوية تمام? طيب دي صورة كمان أهيت ودي بتوضح شوية بعد ما انتهى جيه عند السمن الفيسكي هنا كده وانتهى مع بعض تعالوا نشوف بقى انتهوا ازاي ادي صورة دي صورة للبستيرور سيرفيس بقى من وراء بتاع اللي بره ده الاتنين واحد جاي يمين واحد جاي شمال أهمت تمام嘛 ودي جنبي دي السمن الفيسكي هي الحواصلات المنوية وتحتها البروستات اهي تمام انتهى بقى ان السمن الفيسكي الداقت بتاعت السمن الفيسكي قناة بتاعت السمن الفيسكي اتحدث مع القناة بتاعت او اتحدث مع الفيسكي عشان اللي يعملوا حاجة اللي هي بتفتح فيه بتاع اليورثرا اللي هي قناة مجرًبور اليورثرا دي بتبقى موجودة هناك suggestions تمام? الجزء اللي قدام ده اللي هو البيناس اللي هو القديم تمام بيعاد في حاجة اسمها اليوريسرا اللي هي قناة مجرى البول تمام بنقسمها اجزائي في جزء منها اسمه بروستاتيك عشان بيبقى بيبقى حوالينه البروستات اللي هي البروستات اللي تحت تمام بيفتح فيه البروستاتيك بورت بتاع اليوريسرا جميل طيب اه نسأل كده شوية اسئلة بسرعة وانتو جابوها كده وانتو قاعدين بتسمعوا الفيديو احنا اتكلمنا عن اول حاجة انترو داكشن قلنا ايه بتاع علم الامبريولوجي نقوله في دماغنا كده بسرعة اتكلمنا تاني حاجة عن اهمية علم الامبريولوجي بعد كده اتكلمنا عن حاجة مصطلح جديد اسمه بري نيتا لايف وانا لها حياة ما قبل الولادة قلنا لها تعريف لها البيديو ذات الابسيس تمام ونكمله وقلنا انها طبيعي بتبقى امتين وتمانين يوم وقسمناها لتلات مراحل مختلفة تمام بعد كده اتكلمنا عن الميل جينتال اورجانز وتكلمنا عن الجزء الخارجي منها تكلمنا عن تلات حاجات فيها تكلمنا عن التستس وتكلمنا عن الابديديمس وتكلمنا عن تمام يبقى الخصية والبربخ والوعاء النقل ندخل بعد كده على الفيميل جينتال اورجانز الفيميل جينتال اورجانز برضو هنتكلم فيها عن تلات اجزاء قال لي ان انا عندي اول حاجة الاوفاري الاوفاري اللي هو المبيض الاوفاري اللي هو المبيض وجامعها اوفاريز تمام طبعا عشان اخرها واي بنشيل الواي نحط اي اي اس تمام اوفاريز طيب قال لي ان هما زي ما هنجف التستس في الميل كنت بقول انها الميل سيكس جلانز هنا هقول ان دي الفيميل سيكس جلانز اللي هي الغدد التنسولية للانسة اه كل واحد منهم من المبيض هما اتنين طبعا واحد رايت واحد ليفت بيمثل ايه قال لي ان هو بيمثل بيبقى مخزن لل اوفام الاوفام اللي هي بويضة جمعها اوفا بال ايه تمام بويضات جميل طيب والمبيض ده بيبقى فين قال لي ان هو بيبقى جانب اللاترال بيلفيك وول اللاترال بيلفيك وول بيلفيس عندي كلمة اسمها بيلفيس بي اي ل بي اي اس بيلفيس اللي هو الحوض فاللاترال بيلفيك وول اللي هو يعني بتبقى بره ناحية البيلفيك وول اللي هو الحوض بتاع الحوض يعني اللي بيحوط الحوض بتبقى لاترال مش ميديل بتبقى بره تمام يبقى الاوفاريز هما الفيميل سيكس جلانز ايتش وان ريبريزينتس كل واحد منهم بيمثل استور بيمثل مخزن لل اوفا اللي هي مفردة اوفام بويضات او بويضة والاوفري دول بيبقوا جنب اللاترال بالفيك وال جميل بعد كده بعد الاوفري الاوفري بيسلم الحاجة اسمها الفالوبيان تيوبز اللي هي قناة فالوب تمام وبرضو فيه واحدة رايت وفيه واحدة الفت قالي ان هما تو النمبر رايت اندلفت اتش تيوب طيب كل قناة من دول بقى تيوب او انبوبة هي مفتوحة من الناحيتين بتفتح ميدزي بتفتح من جوه ناحية بتفتح في اليوتروس تمام اليوتروس اللي هو الرحم ده تلات حاجة نتكلم عليه وبتفتح لاترالي بتفتح من برا في البروتونية الكافتي يعني البروتونية الكافتي قال لي نواة التجويف بتاع البطن بسميه بروتوني يم الصفة منه بنسميها بروتونية الكافتي تمام يبقى نخلي بالنا انها مش بتفتح دايركت في الاوفري من الناحية اللاترال مش بتفتح دايركت في الاوفري لا هي بتفتح في البروتينية الكابيتي وبيبقى لها زي اهداف كده او انها لها بقى كده بيبقى جواء الاوفري تمام? هنشوف الصور دلوقتي. بس هي مش بتفتح ديريكت في الاوفري. يبقى هي فتحة ميديا ليه في اليوترس. فتحة في الرحم. ومن برة لاترة ليه فتحة في البروتينية الكابيتي. طيب قال لي انها بتبقى تقريبا كل واحدة فيهم عشرة سنتي. هو بتتكون من اربع اجزاء. تمام? بتتكون من اربع اجزاء. ده الجزء اللي هو فاتح اه في البروتينية الكابيتي. الامبولة ده الجزء اللي بعديه. الاسمس. تمام? يبقى اربع اجزاء للفالوبين زيوب. الانفنديبولم. انفنديبولم دي بتاع كده عاملة اه زي انها بقى كده وفاتح وليه اهداف. الامبولة والاسمس. اسمس ده مكان دايق خالص كده. الانترستيشار بارد. الانترستيشار بارد ده اللي هو جزء منها اللي فاتح في اليوترس. وبيبقى انترستيشار عشان هو بيبقى جوه. بيبقى في جزء منه جوه اللي رحم ذات نفسه. عشان يبدأ يكمل بقية الانبوبة. تمام? يبقى الاوفري هي الفيميل سيكس جلاند وهي ستور للاوفم. وقال انها جنب اللاترا بايفيكول. بعد كده الاوفري بعدها بتفتح في الفالوبين زيوب اللي هم اتنين واحدة يمين واحدة شمال. وكل واحدة فيهم فتحة ميزة لي في اليوترس. فتحة في فيه البروتونية الجابيتي. وبتبقى عشرة سنتي وبتتكون من اربع اجزاء. والامبولا والاسمس والانترستيشار بورد. اه بعد كده هندخل على تالت حاجة هنتكلم عليها اللي هو اليوترس. اليوترس اللي هو الرحم. وكلنا بنطفق ان الرحم ده اهم عجب نقولها فيه انه هو انه هو عضو عضلي. تمام? طيب اه بيبقى فين اليوترس قال لي انه هو في اللي هو الحوض. تمام? اه وانه هو اصلا كل كل كلها بتبقى في الحوض. تمام? اه قال لي انه هو اليوترس ده عنده تمام? الوول بتاعه اللي هو اليوترس ذات نفسه بيبقى نرو بيبقى ديء. تمام? طيب اليوترس ده بيبقى شكله عامل ازاي? بيبقى شكله انفرتد بير. لكنه كمترة مقلوبة. كمترية مقلوبة بالزبط. تمام? عارف نقول يعني طبعا يعني كلنا عارفين شكل الكمترية هو كمترية مقلوبة. تمام? طيب قال لي ان اليوترس ده بقسمه لتلات اماكن. تمام? اه فندس والباضي والسيرفكس. الفندس ده ده الجزء اللي هو فوق من اليوترس اللي هو اكيني اللي هو عندي كمترية مقلوبة. يعني راسها تحت اللي هو جزء الرفيع بتاعها تحته والجزء اللي هو التخين القاعدة بتاعيتها فوق. الجزء اللي هو القاعدة التخين اللي فوق ده بيسميه فندس. تمام? والجزء الرفيع اللي هو راسها اللي هو تحت ده بيسميه سيرفكس اللي هو عنق الرحم. تمام? الجزء في النص كله ناخد ده ونسميه الباطي بعد كده الوول آآ قال لي ان الوول بقى ذات نفسه بتاع اليوترس برضو بيتكون من ثلاثة ليرز اندوميتريم مايوميتريم وبريميتريم تمام من جوة البار اندو يعني جوة ميتريم اللي هو يعني آآ جاية من اليوترس يعني اللي هو العشاء بتاع اليوترس ميتريم مايوميتريم مايو جاية من بتبقى солютظه لكلمة مصر مايوميتريم مايوميتريم وبتالي ميتريم اللي هو coils هو بيبقى من بره تمام يبقى اندوميتريم مايوميتريم بريميتريم تمام نبدأ من جوة اندو بعد كده مايو المصل في النص وبعد كده ال flownاتي اللي هو من بره قال لي باردو بيقول لي تاني الكافتي بتاع اليوترس بيبقى ضيق طب ليه بيبقى ضيق وبيبقى جلاة انه هو يعني اللي هو مكنه مفروض كده قال لي ليه لان الانتيررور والبستيررور بولز بتوع اليوترس. بتاعه اللي قدام. واللي ورا الاتنين قريبين جدا من بعض. فبيخلي التجويف بتاعه ضيق. تمام? وبيبقى فلاتن دا. كنه مفروض كده. الكافزي بتاع اليوترس بيكمل مع آآ بيكمل مع السيرفيكس. ان هو اليوترس احنا نتفن نوى تلت اجزاء. فاندوس وبادي والسيرفيكس. اللي هو عنق الرحم جزء دا اللي هو كنه الرأس بتاعك مترية اللي تحت. هو مكمل مع السيرفيكس بيبقى فيه قبليه حتى ضيقة كده بسميها الانترنيا القص. تمام? طيب. نيجي نشوف الكلام دا ونوضحه على صور. ادي الفيميل ريبرودكتف سيستم. ادي اتنين او بري. ادي واحد دي مين واحد شمال. فتحين في ادي الفالوبين سيوب. تمام? تمام? الجزء اللي اهداف بتاع الفالوبين سيوب دا ده اللي بنسميه الانفانديبولام. تمام? ده اللي فاتح في البروتونية الكافزي. هو اكينه ماسك فيه الاو بس هو اكينه مفتوح والاوفري جواه. تمام? هو مش فاتح فيه دايركت. هو فاتح في البروتونية الكافزي. تمام? وادي الجزء بتاعي والتاني اللي هو ميدا اللي بيفتح فيه اليوترس. تمام? وادي نفس الكلام من الناحية التانية. طيب. ادي اليوترس بقى اللي في النص ده. حلو? قال لي ادي الجزء اللي فوق اسمنا لتلات اماكن. ادي الجزء اللي فوق اللي هو الفندس. بعد كده ادي الجزء ده كله اللي هو البدي. الجزء اللي ديق اللي تحت ده كده. ده السيرفكس. جميل? ادي قال لي ان اخر جملة كنا بنقول ايه? قال لي ان اليوترس بيكمل مع السيرفكس بمنطقة ضيقة اسمها الانترنيا لقص. فين الانترنيا لقص? ادي كلمة الانترنيا لقص. ادي حتة الداقة دي اللي هي ربطة بين البضي ده البضي اللي فوق وهد السير Fortxلي تحت دي حتة الداقة اللي ما بينهم اللي بسميها الانترنيا القسو تمام وارسو الطبقات بتاعت اول طبقة اللي هي الاندوميتريام اللي جوة بعد كده تاني طبقة اللي هي월هي المصل معيوميتريام واخر طبقة اللي هيبريميتريام تمام بعد كده دي صورة اهيات ادي اوفري. وادي اوفري الناحية التانية. وادي فالبين تيوب. وادي فالبين تيوب النحية التانية. تمام متفقنا ان الناحية دي اللي هي بتبدأ بال900 ولم فتحة في البولترينية الكافyty مش فتحة في الاوتروի. وميديا اللي فتح في اليوترس. وادي اليوترس اللي هو الرحم. الجزء اللي فوق بنسميه فندس. ادي كل ده الفادي. واخر حاجة المنطقة الضيئة ديت اللي هي السيرفيكس اللي فتحة به الانترنيا القصة. وادي يبقى الرحم اسمنال ثلاث اماكن فندس وبادي وسيرفيكس. وادي الثلاث طبقات بتوع اليوترس اللي هما من جوة اندوميتريام مايوميتريام و بريميتريام. مام? دي صورة كمان اهيات برضو بتوضح نفس الكلام. اوفري مبيض فلوب بيانسيو كنات فلوب واليوترس اللي هو الرحم. كده نعتبر خلصنا آآ اتمنى ان يبقى فيديو آآ خفيف عليكم. اتكلمنا النهاردة عن آآ علم الامبيرولوجي وتعريف ليه واهميته البري نيتا اللايف. واتكلمنا عن والفيميل جينيتل اورجنز وخدنا آآ نبزة مختصرة عن كل آآ حاجة فيهم. وهنكمل مع بعض ان شاء الله الفيديو التاني اللي هو آآ جميتو جينيسيز. شكرا.